هجوم منشستر ارينا ذلك الهجوم الارهابي الذي وقع في الثاني والعشرين من شهر مايو عام الفين وسبعة عشر وهو الحدث الذي اعتبرته الشرطة البريطانية هجوما ارهابيا وبحسب بيان الشرطة البريطانية فقد سقط خلال هذا الهجوم ثلاثة وعشرون قتيلا وحوالي مئة وتسعة عشر جريحا وقد اعتبرت وكالة الاخبار العالمية رورتز هذا الهجوم انتحاريا ونفذ بواسطة عبوة ناسفة ونفذ هذا الهجوم سلمان رمضان العبيدي وكان عمره اثنين وعشرين عاما وبحسب جهات اعلامية فان الهجوم حصل تحت تأثير وتدبير من تنظيم داعش الارهابي والتي من جهتها اعلنت مسئوليتها عن الانفجار عن طريق تفجير انتحاري لعبوة ناسفة مما ادى لمقتل وجرح العديد من المواطنين وقالت الصحيفة البريطانية ان هاشم العبيدي يواجه حكما بالسجن مدى الحياة مستبعدة الامر كونه كان يبلغ من العمر اقل من واحد وعشرين عاما وقت ارتكاب الجريمة غير انه قد يحكم بالسجن لمدة ثلاثين عاما وعلى الرغم من ان هاشم العبيدي يواجه اليوم الادانة بتهمة قتل اثنين وعشرين شخصا بينهم اطفال اثر التفجير الانتحاري الذي شنه شقيقه الاكبر سلمان الا انه ما يزال الى حد الان في حالة انكار للتهم التي وجهت اليه محاولا الصاق كافة التهم بشقيقه الانتحاري واعتقل هاشم العبيدي البالغ من العمر الان ثلاثة وعشرون عاما وهو اصغر الاخوين لدى ميليشيا الردع في ليبيا الى جانب والده رمضان العبيدي بعد وقت قصير من قيام شقيقه الاكبر سلمان بتنفيذ الهجوم لكن عملية تسليمه الى السلطات البريطانية استغرقت اكثر من عامين لتتم بعدها محاكمته في بريطانيا لقناة ليبيا الحدث سفيان بوغرسة اشتركوا في القناة